صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الاثنين تعرض الجندي أول عبدالله بن بدر محمد القحطاني لإطلاق نار من مصدر مجهول عند توقفه بسيارة خدمات إدارية رسمية عند إشارة تقاطع البحاري الاجديح بشارع أحد بمحافظة القطيف مما نتج عنه إصابته واستشهاده قبل وصوله للمستشفى رحمه الله وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف التحقيق في الجريمة وتحديد دوافعها